كيف تشوف المواطن المغربي وش قادر انه يكمل رمضان يشري هديمة بسبعة دراهم او بتسعود دراهم المواطن يتقهر داباك بالرمضان دابرة اغلبية في قليل كي ياخد كيلو دابرة عنص كيلو كيلو وبنادم يتقهر سافي كيلما كيتدياش قع كيلما كيتدياش قع كنعرفو بالله رمضان على الابواب والطام عطيم شي حاجة ضروري في هاد الشهر الكريم وش المواطن يقدر يوميا يشري طام عطيم بهذا الشامان هذا بالصورة سعر الطماطم المغربية بسوق فرنسي يثير جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي يحدث في المغرب مرحبا بكم اصدقائي اولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ بالموازات مع الارتفاع المستمر لسعر الطماطم بالاسواق المغربية الذي بلغ 12 درهما على بعد ايام قليلة من شهر رمضان المبارك حيث يكون استهلاكها كبيرا مغاررة مع باقي شهور العام تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة اثارت جدلا واسعا توثق لسعر الطماطم المغربية باحد الاسواق الفرنسية الذي يقل عن 1 يورو حوالي 11 درهم المثير في الصورة الرائجة هو ان سعر الطماطم المغربية التي تباع بفرنسا يبقى اقل نسبيا من سعرها بالاسواق المغربية خيرا ان ما زاد استغراب الجامع هو سعر الطماطم المغربية بفرنسا يشمل مصاريف اضافية من قبل النقل واللوجيستيك والتعليب وما الى ذلك يعني ان سعرها الحقيقي عند البيع بالجملة انطلاقا من المغرب قد لا يتعدى 5 الى 6 دراهم على ابعد تقدير والشيء الذي اثار غضب الجميع سيما ان خيرات البلاد يستفيد منها الاجانب باثمان معقولة وفي الوقت نفسه تباع المواطن المغربي باثمان خلالية وفي مقابل ذلك دعا النشطاء الى ضرورة تدخل الجهات الوصية قصد اتخاذ تدابير عاجلة تروم حماية القدر الشرائية للمواطن المغربي واولها هو تقليص حجم الصادرات خاصة في هذه الضرفية المتسمة بقلة العرض مقارنة مع الطلب المتزيد على الطماطم خاصة خلال هذا الشهر الفاضي اتمنى ان تعطونا ارعكم في التعليقات وشكرا لكم على المتابعة دمتم في امان الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته